معرض صحفتي من قناة شروق نيوز اهلا بكم وهذه جولة سريعة على مختلف الصحف الوطنية والعربية للاطلاع على اهم المواضيع الرئيسية التي اتت على الصحف والصفحات الاولى والبداية بجريدة الشروق لنهار اليوم التي عنوان صفحاتها الاولى بعديد المواضيع وكتبت 1100 شخص ومصاب ومفقود في غزة وهذه اخر التطورات وحماس تم في خلافات بين قادتها تطالعون على صدر الصفحة الاولى في الشق الوطني التكفل بانشغالات مستخدمية القطاع الديني ومجلس الوزراء يوافق على القانون الاساسي والنظام التعويضي للإيمام عادت جريدة الشروق على الصفحة الاولى الى موضوع اخر وكتبت عروض جديدة وزيادة في اموال الخدمات الاجتماعية للطربية كما كتبت في عنوين متفرقة ابرزها هذه رزنامة مسابقة التوظيف بالتعليم العالي في الفين واربع وعشرين واستيراد عشرة الاف سيارة اقل من ثلاث سنوات في عام الفين وثلاث وعشرين كما تطالعون اسفل الصفحة الاولى ابرز العنوين الزيادات العشوائية للأسعار في المشروبات تحت طائلة المضاربة وعشرون سيرة ذاتية لمدربين يريدون الاشراف على الخضر في الرياضة وحذار لاعقود مع شركات التابة الاماراتية في الجزائر نبقى وإياكم ضمن جريدة شروق لنهار اليوم واخترنا لكم منها هذا الموضوع الذي عنونا كالتالي إجراءات رمزية توجد اجتماعات لجنة الذاكرة في باريس ومطالب الاعتراف والاعتذار والتعويض مغيبة لحد الآن أفرز الاجتماع الأخير للجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية لبحث ملف الذاكرة الذي احتضنته باريس في الخامس والعشرين من الشهر المنصر إجراءات تتعلق بإعادة الاعتبار للجزائريين ضحايا إجرام الاحتلال الفرنسي للجزائر من الذين نقلوا إلى السجون الفرنسية وتوفي ودفنوا هناك في ظروف تتنافى والقيم الإنسانية وقررت لجنة المؤرخين تثمين مقابر الجزائريين الذين ماتوا بعد سجنهم في فرنسا في القرن التاسع عشر في بداية الاستعمار الذين اعتقلوا أو اعتقلهم جيشا لاحتلال وقام بتحيدهم بهدف فرض نظام الاستعمار في الجزائر كما جاءت على لسان المؤرخ الفرنسي وفي نهاية اجتماعها الرابع الأسبوع المنصر في فرنسا قررت اللجنة رأسها الباحثان محمد الحسن زغيدي عن الجانب الجزائري وشخص آخر على الجانب الفرنسي مواصل التحديد وحصر مقابر وأسماء السجناء الجزائريين خلال القرن التاسع عشر الذين ماتوا ودفنوا في فرنسا وفق ما جاء بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية فرنسا تطالعون عديد النقاط في هذا المقال تأتيكم ضمن جريدة الشروق لنهار اليوم إلى مقال آخر وجاء فيها تكفل بانشغالة مستخدمي القطاع الديني مجلس الوزراء يوافق على القانون الأساسي والتنظيم التعويضي للإمام أعطى مجلس الوزراء موافقته على القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام تجسيد الالتزامات رئيس الجمهورية في التكفل بانشغالات مستخدمي القطاع الديني وترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء الخصص لمتابعة التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمانة القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام عرض حول المزارع النموذجية وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع ثم عرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الآخرين ومداخلات الوزراء أمر رئيس الجمهورية بخصوص التقرير المرحلي لمدى تقييم عملية الرقمانة بتسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من المشروع ثم عرض تقريرها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء من جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاح والتنمية الريفية بتغيير ما هي المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل إلى جريدة الخبر وهذه أبرز العنوين التي جاءت على الصفحة الأولى تطالعون نظام إقليمي جديد في الساحل يستهدف استنزاف الجزائر والوزير والديبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي يؤكد ما جاء في العنوان للخبر عادت جريدة الخبر على صدر صفحتها إلى موضوع آخر وكتبت إصلاح المزارع النموذجية أولوية والرئيس تبون يأمر الحكومة بتعزيز وظيفتها في الأمن الغذائي تقرؤون أسفل الصفحة الأولى في موضوع رئيسي هؤلاء المدربون طردوا من البطولة الوطنية حققوا نتائج مهمة في كان 2023 مع منتخبة إفريقية وتقرؤون أعلى الصفحة الأولى في الشق الفلسطيني كارثة إنسانية في غزة والعالم يتفرج إلى غاية الآن دون أن ننسى مختلف المواضيع في الصحة والطربية والثقافة والمجتمع وغيرها من جريدة الخبر إلى يومية المساء وهذه أبرز العنوين التي جاءت إنصاف الأئمة وإجرات هامة للفلاحة رئيس الجمهورية يزدي تعليمات جديدة لبلوغ الرقمنة والأمن الغذائي والموافقة على القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام تغيير ما هي المزارع النموذجية من تسميتها إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية عادت جريدة المساء على صدر صفحتها وكتبت تكافل فوري بالمرضى المؤمن وغير المؤمن لهم بالمشافي والرئيس التبون يأمر بما جاء في العنوان كما تم تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحتها عفوا عادت جريدة المساء على الصفحة الأولى إلى موضوع آخر وكتبت الجزائر قدمت وقائع وأدلة جديدة للمدعي العام بيلاهاي اعتبر قرار العادة الدولية إدانة صريحة للكيان الصهيوني وفي موضوع آخر كتبت الفريق أويشنغريحا في معرض الدفاع العالمي بالرياضة في الرياضة كتبت جريدة المساء ما حدث بين بالماضي وصادي من الماضي وهذا النخب الذي نريد نبقى وإياكم ضمن جريدة المساء واخترنا لكم منها هذا المقال الذي عنونا كما يلي هذه تفاصيل توظيف 1725 أستاذا باحثا في 2024 وإيداع ملفات الترشح حصريا عبر بروجرس من 27 فبري إلى 18 مارس أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن الشروع في تنظيم مسابقة توظيف لشغل 1725 منصبا مالي للالتحاق برتب الأساتذ الباحثين بعنوان سنة 2024 في مدعاة الراغبين في الترشح للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسمبا لإيداع ملفات ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية بروجرس ابتداء من 27 فبري إلى غاية 18 مارس على أن يتم تنصيب المترشحين الناجحين نهائيا في منصب عملهم في 7 سبتمبر 2024 و 24 تطالعون عديد النقاط في هذا المقال يأتيكم ضمن يومية المساء من جريدة المساء إلى يومية الموعد وهذه أبرز العنوين الموافقة على النظام التعويضي للإمام خلال اجتماع مجلس الوزراء الرئيس تبون يأمر بتغيير ما هي المزارع النموذجية الرئيس تبون يلزم وزارة العمل بالتكافل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمن عليهم اجتماعيا عادت جريدة الموعد على صدر الصفحة في موضوع آخر وكتبت اتحاد المحامين الجزائريين دلائل جديدة ضمن البلاغ الذي رفع إلى الجنائية الدولية والذي يضمه تأييد أكثر من مئة ألف شخص من رجال القانون تقرؤون على الصفحة الأولى في موضوع تم تداوله في مختلف الصحف الوطنية الفريق أول سعيد شنغريحا يحضر مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع العالمي بالرياض وكتبت أسفل الصفحة الأولى جريدة الموعد الدولة لن تسمح برفع سعار المشروبات الغازية وحركة النهضة تثمن مساعي الجزائر لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني من جريدة الموعد اخترنا لكم منها هذا المقال وجاء فيه حملة تشجير واسعة بالمناطق الرطبة بالعاصمة نظمت مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر تحت إشراف ولولاية الجزائر وبحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ليدرادية إلى جانب مديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر وإطاراتها حملة تشجير واسعة النطاق على مستوى المنطقة الاصطناعية الرطبة سد الدويرة وعدة نشاطات أخرى تجسد شعار هيئة الأمم المتحدة لهدف لهذه السنة وهو المناطق الرطبة وذلك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسدود والمؤسسة العمومية المكلفة بتسيير واد الحراش المهيئ وترقيته وحديقة الحمى إلى جريدة الغد تقرؤون أهم المواضيع التي جاءت على الصفحة الأولى لجريدة الغد مرضى السرطان التكفل التام والفوري الرئيس تبون يأمر بالتكفل الفوري بهم بما فيهم غير المؤمنين ومن دون قيامهم بأي إجراءات إدارية عادت جريدة الغد على صدر صفحتها إلى موضوع آخر وكتبت الأمم المتحدة تصفع نظام المخزن وزيرت ديمستورا لجنوب إفريقيا تثير تخبط أبواق الملك تطالعون على الصفحة الأولى ملاحقة الكيان لأول مرة في التاريخ يقدم بلاغ أيده مئة ألف شخص دون أن ننسى عديد المواضيع التي جاءت على الصفحة الأولى لجريدة الغد نبقى وإياكم ضمن اليومية واخترنا لكم منها هذا المقال الذي جاء فيه ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبوني استهل الفريق أول سعيد شنغريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية لحضور مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع الوطني وهو من أبرز المواضيع التي جاءت على مختلف الصحف الوطنية تطالعونها ضمن يومية الغد إلى الصحافة العربية وإلى يومية القدس العربي وكتبت اليومية شهداء في قصف على الرفح وخان يونس والقسام دمرنا 43 آلية في أيام معدودة كأول موضوع أو كأبرز موضوع تطالعونه ضمن يومية القدس لنهار اليوم نبقى وإياكم ضمن يومية القدس واخترنا لكم منها هذا المقال الذي جاء فيه تفعيل توصيات ندوة الجزائر لمقاضات إسرائيل ومحامون يدعون أولى البلغات لدى مدعي الجنائية الدولية تقرؤون تفاصيل هذا المقال ضمن جريدة القدس لنهار اليوم وبهذا المقال وجريدة القدس العربي نصل وإياكم إلى ختام معرض الصحافة شكرا لكم على كرم المتابعة والإصغاء إلى اللقاء صارت القانون لنهار اليوم ووضوع مهم جدا ويهم كل الجزائريين والمواطنين رح نحكو على جرائم القتل الناجمة عن حوادث السير العقوبات المترتبة فيها القانون الجزائري باش نفصلوا في هذا الموضوع باش نطرقوا إلى أدق التفاصيل حاضر معنا صبيحة اليوم المحامي فارس قددا لويفته تعودته عليه وعودنا بطلاطه الصباحي أصبحك سعيد وشكرا لقبول دعوة البرنامج شكرا خيز في صباحكم أسعد نتمنى التوفيق للجميع نتمنى إفادة المواطن أيضا بمختلف المعلومات اللي رح تقدمها في القانون بداية هو موضوع حساس وموضوع مهم عند الجزائريين خاصة أنه أي جزائري معرض لهذا الشيء إن كان سائق ولا غير سائق باش نكونوا واضحين بداية باش نعرف الجريمة أو جريمة الجريمة القتل الخطأ نسميها القتل الخطأ القتل الخطأ القتل الخطأ أخويا يوسف دعني نقول أنه القانون العقوبات القانون العقوبات في نص المدى 128 عرف القتل الخطأ لأنه إحنا لما نتكلم عن القتل يتبادر إلى أظهرنا أنه يعني القتل بطريقة عمدية ولكن المشرع الجزائري القتل العمدي يختلف يختلف عن القتل الخطأ الاختلاف هو في ركن العمد لأنه القتل العمدي هو اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح يعني رهم عول باش يقتل واحد عنده نية القتل أما القتل الخطأ مبني على الخطأ يعني هذا الضحية توفي نتيجة خطأ المتهم خطأ المتهم إحنا اليوم باش نحصله الموضوع الموضوع القتل الخطأ ما فيش غير حوادث المرور يمكن ينجم عند عدة أمور ولكن اليوم رح نصل توضوء عند حوادث المرور تعديد لأنه نعرف جريمة القتل إن كان عمدي أو غير عمدي في عديد الماكين مش شرط يعني في الطرقات ولا حوادث السير ولكن اليوم حبينا نركز على حوادث السير تقريبا هي المشرع الجزائري لما انتشرت هذا الظاهرة انتشرت ظاهرة الحوادث المرور اليوم رحي في زيادة مستمرة نعم زيادة مستمرة للأسف الشديد لم تعد تلك الحوادث يعني تؤدي إلى الجروح الخطأ أو يعني حوادث البسيطة لكن الآن أصبحت تؤدي إلى سقوط العديد من الأرواح نتيجة يعني ربما رعونا ربما عدم الانتباه ربما الإهمال سائق يؤدي إلى حوادث مرور مميتة المشرع الجزائري تدخل ونص على تعتبر كذلك هي من القتل الخطأ نص عليها في قانون العقوبة ووضع ظروف مشددة لما يكون القتل القتل الخطأ ناجم ولا يعني الأسباب يعني الأسباب هناك تعاطي الكحول أو السياقة في حالة سكر يعني العقوبة الجزائرية تختلف على حسب السبب المؤدي إلى الوفاد طبعا إذا كانت يعني القتل لم يصحبه تناول الكحول أو المؤثرات أو المخدرات أو كل مخدر يدخل ضمن المخدرات قتل عقلية أو الكحول هنا تكون العقوبة طبق قانون العقوبات المدة 288 من 6 أشهر إلى 3 سنوات هذه في حالة سياقة في حالة سكر والتسبب في حادث قتل غير عمدي نتكلم عن الحالة العادية شخص هذه حالة عادية يكون شخص طبيعي وقع له حادث مرور يعني كان يسوق قتل واحد عن طريق الخطأ عن طريق الخطأ يعني عدم مراعاة الأنظمة في بعض الأحيان لأنه لازم نتبترق الخطأ الخطأ تعال ضحية أنا كنت نسوق البلاكة تقول 80 أنا نمشي 120 ومن بعد وإذا بشخص يقطع طريق استضمت به وتوفى ربي رحمه هنا الخطأ يكون للراجل الخطأ أنني أنا لم أحترم الأنظمة واللوائح لم أحترم قانون المرور بصفة عامة ما احترمت قانون المرور أديت إلى وفاته إذا كان الخطأ تعال الراجل حاجة محدة أخرى يعني خطأ الراجل هذا يبقى في إطار القتل خطأ القتل خطأ طبعا القتل خطأ لكن لكن الخطأ تعالضحية مش تعال السائق سائق لما نقول مثلا في هذه الحالة لما يكون الخطأ تعالضحية هل يصلت عقوبة السجن على لا 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 إذا كان يعني ثبت بلي لأنه لهذا الجريمان ثبتوها لما تجي يعني الضبطية يجي رجال أمن يقوموا بمخطط الحادث ويسندون الخطأ لمن إذا كانت ضحية إذا كانت في طريق سريع طريق سريع يقول يعني 120 سرعة وانت قطعت في طريق سريع وانت لا استضمت بالسيارة والسائق واش من الذنب تاعه صح في هذه الحالة لكن حق الضحية ما يروحش دوي الحقوق سواء الجروح الخطأ إذا ما ماتش عنده جروح الخطأ عنده عجز الحق تاعه قائم ودوي الحقوق كذلك يستفيدون من التعويض هذه واضحة لأنه علىه نقول لك هنا يا علىه تقول لي ربما لأن السيارة هذه مؤمنة وليتحمل تعويض هي شركة تأمين لأنه هنا يا النظرية والمسؤولية قائمة على أساس المخاطر هنا موضوع آخر هذا موضوع آخر شق وحد أخر نرجع على القتل حاولة المرور يلا نعم إذا كان المتسبب سائق المتسبب السائق قلت عدم احترام الرعونة الإهمال السرعة المفرطة عدم يعني احترام قانون المرور السرعة المفرطة واحد يتجاوز يتجاوز تجاوز خاطير ولا يعني طريق يعني طريق تدي وما تجيبش هو راح في السنسان ذرس واستضم بالشخص هنا الخطأ تعالى السائق أكيد يتحمل المسؤولية ويعاقب جزائيا وشن العقوبة العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وهنا يكون قانون العقوبات في المدى ميتين وتسع وتسعين ميتين وتسعين ميتين وتسعين ميتين وثمانية وثمانية قادة الخطأ وظروف المشددة يقول لك إذا كان في حالة سكر قيادة في حالة سكر تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المدى ميتين وثمانية وإذا فلقات الخطأ ومئتين وتسعة وثمانين الجروح الخطأ وضعف العقوبة وجاء المشرع وضع قانون المرور وضع عقوبة مشددة إذا كان هذا الشخص إذا كان الشخص يعني بسبب تنول الكحول تنول الكحول يفرق حتى المشرع الجزائري يفرق بين المركبة العادية وليسوق المركبة لنقل الأشخاص ومركبة ذات الوزن الثاقيل الوزن الثاقيل هنا العقوبة تصل إلى حتى عشر سنوات من خمسة إلى عشر سنوات ويطبق قانون المرور هنا لا يطبق قانون العقوبة لأن القانون المرور قانون خاص وإحنا لدينا المبدأ والقاعدة الخاص يقيد العر جميل يلا أستاذ مدبية فقط نوجه الكلمة للناس اللي رأي يشوف فينا اللي يحبوا يشاركونا في هذا الموضوع مع لكم غير تواصلوا معنا عبر رقم الهاتف اللي راهي بان أسفل الشاشة سفر 23-71-91 هو رقم خاص ببرنامج شروق مرنيل عيطنة إلى عندكم استفسارات رجاء في الموضوع أو محتوى الحلقة شاركونا وتواصلوا معنا المحامرة وحاضر معنا باش يجاوبكم ويوجهكم أيضا يلا عندك إضافة يبدو عندك إضافة لا يعني أنا ربما أقبل الموضوع هذا البارحة فقط البارحة لكي نديروا إشارة فقط البارحة الأمس في محكمة من محاكم الجزائر من أروقة المحاكم الجزائرية من أروقة المحاكم يعني مثال حي البارح يعرض الشخص أمام المحكمة الجنح هذا الشخص كان يقود في شاحناء في شاحناء وتنول الكحول أو مخدرات كحول أو مخدرات مؤثر عقلي مؤثر عقلي نعم مخدر ويتسبب في حادث مرور راح تضاحيته شخصي في السيارة يعني يقتلهم في الحين هذا الأمس فقط والأمس يعني عرضوها أمام محكمة الجنح والتمثل ووكي الجمهورية ثمانية سنوات الحكم لم يصدر بعد يعني أسبوع الجاي لكن ووكي الجمهورية لتمثل ثمانية سنوات لأن المادة قلت لك في قانون المرور تبدأ من خمسة إلى عشر سنوات مش نفسها في قانون العقوبات نعم طيب أستاذ نروح أيضا إلى الاختلاف في القوانين وش يختلف القوانين القانون المرور والقانون لا ليس اختلاف كبير قلت لنا المشرع الجزائي حتى يعني الآن هناك مشروع قانون تعقنون المرور سوف يشدد العقوبة بل هناك يعني من التجنح إلى جنايات يعني يولي الفعل جنائي الفعل جنائي هذا الأمر لم يكن لم يكن في الماضي الآن يصبح الأمر جنائي يعني في الجنايات يولي شرع في الجنايات المتسبب في حادث المرور لأنه هناك يعني مشروع مشروع تحقنون يعرض على البرلمان من أجل تعديل قانون المرور وتشديد العقوبات نظرا لما تشهده يعني الطرقات رحنا نقول نتكلم عن إرهاب الطرقات وكذا المشروع لازم يكون هنا يتدخل بصفة رضعية للحد من هذا المجازل اللي نشوفها يوميا والاختلاف ما كيش الاختلاف يا خيش لأنه قتلك قانون العقوبات أو يعالج موضوع ما يعالج بصفة عامة ويأتي قانون خاص يأتي قانون خاص هو قانون المرور بأمر 0309 يأتي يعالج بصفة خاصة يحدد يعني من العام إلى الخاص هناك قانون عامة قانون العقوبات يأتي وكي يأتي قانون خاص قانون خاص مثل قانون المرور ويشير بصفة محددة إلى هذه الجرائم ويعالجها طيب أستاذ كسؤال وصلنا ربما يقول لك شخص كان يسوق في السيارة وقاس طفل طريق كان يمشي وما كان يمشي كان يمشي كان يمشي في ممر الراجلين نعم قال كيفاش يثبت السائق كيفاش يثبت بهذاك طفل ما كان يمشي في ممر الراجلين كان خارج كان في منطقة غير آمنة هي شوف يعني عادة نقوله إذا كان تسبب في الجروح الخطأ أو في القتل الخطأ القتل الخطأ في القتل الخطأ هذا الطفل يعني عادة الحناية لما نكون في المدينة لأن هذا الممر الراجلين يكون في المدينة أكيد أن السرعة محددة ما لازمش مثلا تجوز في بعض الأحياء 60 كم في ساعة في بعض الأحياء ما تزوج في بعض الأحياء 50 كم في ساعة تحددها الأنظمة التي تضعها سلطة المختصة وهذا يعني الباساج دو بي طول هذا يقول ممر الراجلين لابد أن يرعى كيفاش يثبت أن هذا الشخص يعني هذا ربما السائق يقول كان ياما كايش في الباساج دو بي لكن تشوف السرعة التي تقل كنت تمشي بها وهنا يجيو رجال الأمن مختصين يوضعوا مخطط الحادث وإن كان هذا الشخص ربما كين شهود يستدلون حتى بشهود كاميرات يثبتوا هذه الجريمة تثبت بشتى الطرق جميل يلا أستاذ باش نوصلوا هذا الموضوع تحديدا للقانون هل فيه تساهلات هل ربما الناس اللي حكم عليهم القانون يلقاوا تسهيلات ونقصونا في العقوبة ولا لا هو قانون صارم والعقوبة تكون غير قابلة للتحيين أو منقصوهم هو مؤخرا لأن القانون يتمشي مع المجتمع يتمشي مع المجتمع لما كثرت هذا الظاهرة قلت تدخل المشرح والمشرح الجزائري تدخل وش كون يطبق القانون هو رجال قضاء رجال قانون رجال قضاء يعني المحاكم وكذا نيابة العامة والقضاء يعني أصبحت الأحكام مشددة ماشي كما السابق سابقا يعني واحد يجي حادث مرور يقول لك قتل الخطأ الله غالب ويدي عقوبة عادة عادة إذا ما كان الشخص هذا يعني في حالة سكر أو لا عادة يدي عقوبة مقوفة نفذ يعني يدي سرسي إذا ثبت بل أنه هو اللي تسبب في الحادث لكن الآن أنا أقول لأخوة يوسف العقوبة تكون عقوبة نافذة عقوبة حبس نافذ ويعني وعقوبة تصل إلى يعني عامين ثلاث سنوات حبس إذا كان الشخص هذا ماشي في حالة سكر أو تناول حالة طبيعية هذه هذه نقول هذه حالة خاصة أما الحالة العادية الشخص هذا لم ينتبه واحده ويمشي ويهضر في التليفون وتسبب في استدام استدام شخص ما هذا يسمى يسمى إهمال وعدم احترام الأنظمة تسبب بفعلي هذا إلى وفاة وهنا يتدخل القانون ويعاقب هذا الشخص هل يعطو غرامة مالية إضافة إلى العقوبة السجن؟ طبعا كين عقوبة غرامة مالية وين تصل؟ الغرامة المالية يعني مئة ألف إلى خمسمائة ألف دينار جزائري وكذلك التعويض للضحية جزء أستاذ كنتم حبا نطرح هذا السؤال نعم هل يقدروا عائلة المتوفية أو الضحية يطلبوا تعويضات مالية؟ طبعا وش حال تقدر؟ هي أشوف أخي يوسف لما يعني الشخص هذا مات سيد مات سيد ضحية خلاص ما يديش تعويض مات عندوا ذوي الحقوق نسميهم ذوي الحقوق خلى الوالدين خلى الأبناء خلى يعني يديروا فريضة كيموت الشخص هذا يديروا فريضة ويجيوا للمحكمة يتأسوا كطرف مدني ذوي الحقوق تحدد قانون يحدد يعني لكل نسبة لكل شخص نسبته بناء على الأجر إذا كان هذا الشخص عنده يعني خدام وعنده أنصالير تحدد نسبة تعويض على ذلك الأجر إذا ما كانش هذا الشخص يعني ما عندوش عمل مستقر ولا راتب معين يحدد على الأجر الأدنى المضمون طيب أستاذ عقوبة ربما جريمة القتل دائما ما تكونش متعمده في بعض الأحيان تكون متعمده نصل أحيانا للدرجة ربما ناس لأسباب مختلفة تقدر تآذيب هذه الطريقة يجوز عليك ربما يصطمك في سيارة فبتالي يؤدي إلى وفاتك في هذه الحالة كيفش يتعامل القانون الجزائري مع هذا الموضوع أنا قلت لك قلت لك يعني المشرع الجزائري راح يكون مشرور راح يعدلوا قانون قانون المرور على هذه الأمور إذا ثبت يعني الخطأ خطأ عمدي ما نقولوش لأنه لما نقولوا العمد نروحوا الجريمة للقتل عمدي نبقوا دائما في القتل الخطأ لكن في بعض الأحيان هي حقيقة نشوف أستاذ حالات استثنائية ولكن كاينة في الوقت كاينة لا ليس حالة استثنائية عديد من الحالات أنا نقول لك مثال بسيط الشخص هذا أنت يعني صانسانتير لما تحرق أنت صانسانتير لما يعني كما نقولوا طريق ممنوع بش الجوز فيه وتجوز فيه وتصطدم بالشخص واش يتسمى هذا ويحاول هو قتل خطأ ما كاش يقصد أنه إزهاق روح هذا الشخص لكن الخطأ تاعه هذا خطأ جاسيم خطأ جاسيم ترتب عنه إزهاق روح هذاك الروح للقتل هذاك الشخص هذا يتوفى بسبب يعني الرعونة تاعك بسبب يعني عدم احترام الأنظمة عدم احترام قريل المرور ترتب عنه إزهاق روح هذا الشخص لأنه لما تكلموا عن القتل خطأ يقول كل واحد يعني لغالب جابها تقدرت وما كونش ما كونش ناوين نقتله جاء ولغالب ولا واحد معنا بني شانف يعني في الأحياء خاصة لما نشوف الشباب هذوما يجي بالسيارة بسرعة فائقة للأسف أمام المدارس لأن يعني كل الولدين الخوف تحهم كل واحد يستحب وليدوا للمدرسة خوفاً خوفاً من ماذا خوفاً من هذا يعني المجاز اللي راه يتحدث يومياً حتى يعني حافلة تنقل المسافرين حافلة يعني تحمل معها خمسين شخص صح خمسين شخص ويجي بسرعة يعني سرعة جنونية حتى الآن مشي في الطرق السريعة حتى هنا في العاصمة لما نشوف هذه الحافلات الكبيرة يعني يديروا تجاوزة خطيرة هذا أمر خطير جداً خاصة أنه عديد التنديدات كانت من خلال برنامج شروق مرنجم في مداخلات مع الدرك الوطني مع الحماية المدنية أيضاً ليكونوا مرافقين لنا فالأكيد نصلت الضوء دائماً أستاذ على هذا الموضوع والعامل الأول دائماً ما يكون السرعة للأسف الشديد العامل البشري العامل هو العامل الإنسان الإنسان العامل البشري هو ليأدي إلى هذا الوسم إلى هذا الحوادث لهذا يعني أنا الأوان أنا نقول لك أنا الأوان لتشديد العقوبات وتشديد يعني المتابعات الجزائية على هؤلاء الذين يتسببون في إزهاق أروح تعالى المواطنين أستاذ وإنما هي أهم الجنح والجنايات المرورية لكينها هي جنح الجنح قانون المرور كين مخالفة نتكلم عن مخالفة يعني مخالفة تجاوز سرعة مخالفة يعني عدم احترام الأنظمة المنصوصة عدة مخالفة يعني الكثير من المخالفة هذو تقول ذا من الجنح لا نتكلم عن المخالفة مخالفة مخالفة ونتكلم عن الجنح حتى إفراط في السرعة لما تفوت حد معين تولي جنحة يعني يولي حتى يقول لك يعني سحب الرخصة سياقة سحب رخصة سياقة في الحين ثم يعني هذوك رجال الأمن يرسلون الملف إلى المحكمة ويمتثل هذا الشخص بجنحة الإفراط في السرعة هذا ما الجنح المخالفة عادة ما تكون غرامة جوزافية غرامة جوزافية يخضع لها الشخص يعني يدفع الغرامة أما الجنحة فيها عقوبات مالية وفيها إذا كانت بغض النظر عن المخالفة يعني اللي ترطب عليها سحب رخصة سياقة وكذلك إذا كانت ترطب عليها جروح الخطأ أو القاتل الخطأ هذه متابعة أخرى أكيد أستاذ بالنسبة للناس اللي يرتكبوا جريمة قاتل الخطأ ويزيدوا يهربوا من القانون الجزائي الفرار من المسؤولية المدنية المسؤولية المدنية أكيد رح نجاوبوا على هذه النقطة باش نفصلوا فيها شوية مع بعد خليني نقول هذا الموجز للأسف الشديد ما تقدرش تكون معنا أستاذ ونغتنموش الفرصة نطرحوا جميع الأسئلة اللي عندنا ما نطولوش عليك بعد الموجز فقط رح تكون حاضر معنا بعض اللحظات رح تلتحق بنا زميتنا فيروز ضباري أستاذ كسؤال فقط باش ناجعو السؤال السابق هل تسحب رخصة السياقة نعم تسحب رخصة السياقة المدة تسحب في حالة القتل غير عندي يقدر يسحب رخصة سياقة ويقدر يمنع من استصدار من المنع يعني دائم من استصدار رخصة ثانية للسياقة جاملة من المسؤولية بعد حادث المرور لبعد حادث القتل في هذه الحالة كيفاش يتعامل القانون الجزائري مع الوضع هو هنا هذه الجريمة قائمة في حد ذاتها يعني لما الشخص يرتكب ويعلم يعلم أنه ارتكى حادث مرور ويعني ما توقفش فرار من المسؤولية الجزائية أو المدنية إذا كان هنا هذا يعني فرار بدون إحداث يعني لا قتل ولا جرح وهنا الفرار عنده عقوبة من ستة أشهر إلى سنتين هذا الفرار بعد حادث المرور هربا المسؤولية الجزائية أو المدنية إذا كان نتج عن هذا ما زال ما كاش قتل في حال ما كاش قتل إذا كان إذا نتج عن هذا الفرار وهو يعلم أنه يعني أحدث أحدث حادث مرور وقع حادث مرور يعلم بوقوع حادث المرور ولم يتوقف ونتج عن هذا لقات الخطأ تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مئة ألف إلى مئتين ألف دينار جزائري هنا يعني الظرف مشدد هنا يلم الشخص لأنه تخيل يعني الشخص يدير حادث مرور وما توقفش وما يقدمش يد المساعدة ربما الشخص هذا يكون يعني توقف وقدم يد المساعدة قد يعني ينجو الشخص هذا من الموت أو من عاهة مستديمة أو غير ذلك هنا المشارع الجزائري اعتبرها كظرف من الظروف المشددة اللي هنا العقوبة تتضاعف يعني من سنتين إلى خمس سنوات أستاذ كسؤال ربما ختامي ولا باش منطولوش عليك واشنو هي أركان الجريمة أو جريمة القتل عندكم كقانونيين يعني في نظرة القانون في حادث السير نحكي نقول كين نتيجة هي الوفاة وكين المتسبب لازم تكون العلاقة السببية بين الفعل اللي قام به الخطأ اللي قام به المتهم والذي أدى إلى هذه الوفاة يعني بسبب كما قلنا الرعونة عدم الاحتياط عدم الانتباه عدم مراعاة اللوائح والأنظمة كل هذه من شأنها أن تسند يعني الخطأ إلى المتهم وتقوم جريمة القتل الخطأ طيب أستاذ وشن هو أولى الخطوات اللي لازم يقوم بها الإنسان في حال ما اصدم شخص آخر ولا باش يكون واضح مع القانون ويكونش متهرب ويكونش عنده عقوبات إضافية على الحادث اللي تسبب فيه عادة الشخص يعني كلنا معرضون باش نكونوا يعني في الصورة كلنا معرضون لهذه الحالة ونسأل الله العافية لا يسترى لكن الإنسان إذا وقع لدار حادث مرور أصلا يتوقف إذا خاف إذا خاف ربما في بعض الأحيان يخاف من عائلة الضحية ولا يتوجه إلى أقرب مركز الأمن ويبلغ عن وقوع حادث المرور وسوف يتخذ يعني للسمو وينظر إذا كان إذا الخطأ تاعه أو الخطأ تاع الضحية لأنه في بعض الأحيان نحن نتكلمه لكن في بعض الأحيان هناك خطأ الضحية خطأ الضحية سواء للخطأ في الجرح الخطأ أو في القتل الخطأ لما قلنا أن الضحية هذه في طريق سريع ولا ما على برشانة يعني يقطع بلا ما لا يشوف إحنا للإشارات المرور ما يحترمهاش لأنه إشارات المرور لازم يحترمها السائق ويحترمها الراجل لما أنت تشوف يعني إشارات المرور خضرعة بشي جزء سيارة ونت تقطع هنا خطأ تاع الضحية وهنا يعني الحال أول لازم الإحتياط قبل يعني بشي نتفادوا حوادث المرور لازم الانتباه والإحتياط لازم تقليل من السرعة لازم احترام الأنظمة ثانيا إذا وقع الحادث ما نهربوش بالحادث أول حاجة أول حاجة ما نهربوش بالحادث إذا خفنا نجئوا إلى أقرب مركز للأمن ونبلغوا على الحادث شكرا لك يا سيد فارس قد أدىك وتحضر معنا صباحة اليوم في موضوع مهم جدا ويهم كل الجزائرين كما أصبغنا وقلنا أنه أي إنسان فينا معرض إلى أنه يصرر له حادث في حياته ربي يصطرنا ويعافينا إن شاء الله يعافي كل المشاهدين لا يشوف فينا صباحة اليوم ولكن قدر أربما ظروف تخلي هذا الوضع يتقدر علينا فأعطاكم السيد فارس والمحامي اللي كان حضر معنا بعض الخطوات اللي لازم الإنسان يقوم بها لا قدر الله صراله هذا الحادث والقانون الجزائري واضح وصريح فيما يخص جريمة القتل الغير العمدي بالنسبة للناس اللي قتلوا والنسبة للناس اللي أيضا تسببوا في حادث وفاة عمدي للأسف الشديد نعود نشكر مرة أخرى سيد فارس قدادة وشكرا لقبول دعوة أنبر مشاهدين على فضل المزن هنا أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام مزول فلا والمرحبا بكم أنا في عدل عدد الجديد من ضيف المورنين قال ليوم سنتحدث عن خطوط الجوية الجزائرية الحج العمرة وكذلك التخفيضات التي أعلنت عنها الشركة خلال الأيام الماضية كذلك سنتحدث عن كل ما يتعلق بالمسافرين وحالة الطيران في الجزائر مع مدير الإعلام بي الخطوط الجوية الجزائرية من أندلوسي صباح الخير شكرا على الاستضافة بلال إن شاء الله نفيد الناس بمعلومات قيمة إن شاء الله بعد جهد طويل أنك اخترت أنك تروح عندي ياسين ملومي مجيش عندي ولكن معلش ياسين أبدأ أو ياسين كل تحية لياسين ملومي أمين أبدأ معك بما أعلنتم عنهم وآخران فيما يخص التخفيضات التي قامت بها الجوية الجزائرية فيما يخص الجالية ما هو الجديد في عديد الله هو كان قرار لسيد رئيس الجمهورية لطلب من خطوط الجوية الجزائرية للمرة تانية على التوالي تقوم بإجراء تخفيضات بالنسبة للجالية المغتربين اللي هما في الخارج في فترة تكون فترة حساسة الجانب العائلي تسمح لهم في رمضان يقدروا يجوزوا أوقات مع عائلتهم خطوط الجوية الجزائرية في هذا المضمون هذا دارت أيضا جهد وقامت بخصم خمسين بالمئة على كل التذاكر اللي تكون من الخارج إلى الداخل لهذا العملية طالير وتوريا افتهاب النموائي من الخارج إلى الجزائر من الجزائر يعود يقول له يقدروا يقضوا العيد ويقول له مكان الانتلاقتهم فيما يخص العملية تفتحت عندها تقريبا ستة أيام نعطيك رقم أولي الرقم الأولي يعطينا ليبلي في تلت أيام من انطلاق العملية اقتنت ما لا يقل عن أربع آلاف تذكيرا الأسعار كانت جد مناسبة نعطيك على سبيل المثال دهب وإياب من فرنسا إلى الجزائر يكون بمية وخمسة ومية وتسعة وخمسين أورو يسمح للناس مليون تسعة ومسين أورو دينار تقدرش دير شوانجة دك بارال ممعليش نقدر نقوله طيح وحد ثلاثين ألف دينار تلت ملايين عنده الحقائب يدي ويجيب معاه ويجوز رمضان كريم إذن ويدي معاه منه وقلب اللوز أمين تلت ملايين يعني دهب وإياه فيما يخص الجليه هذا العرض فقط خاص بشهر رمضان العرض هذا خاص بشهر رمضان الخطوة الجوية الجزائرية كانت تلقت عدة عروض قبل من شهر رمضان اللي كانت تسمح أيضا للناس والجالية بالذهب ورجوع إلى الجزائر لكن رمضان عندونك هاتعو سبيسيال خاصة لهذا رئيس الجمهورية كانت طلب من الجوية الجزائرية يقوموا بهد تخفيض هذا شحن تذكيرها نتروحها؟ لحد الآن كتذكيرها على سبيل الميتان نعطيك الشبكة الكبيرة عندنا وهي واجد الجالية هي شبكة فرنسا طرحنا فيها ما لا يقل عن 30 ألف تذكيرها تروح صمي البيئي للجالية نعم إذن وأنا أقرأ من الهاتف ربما بعض النقاط المتعلقة بما يخص الجوية الجزائرية لما نتكلم على تذاكر هذه المتروحة من وإلى خاصة فيما يخص الرحلات الجوية بين الجزائر وربما الدول التي امتواجدها فيها الجالية الجزائرية خاصة خلال شهر رمضان هل أيام سيكون تعديل في أيام رحلات يكونوا رحلات يومية ولا نفس البرنامج المسطر حاليا لا رحلات عندنا لوريزو لأسيا أمورتون سمع جد مهم يربط بين الجزائر وفرنسا هذا بحكم تواجد الجالية في فرنسا الرحلات تكون عندنا جد متوفرة تربط عدة مطارات من مطار الجزائر من مطار السطيف من مطار النابة من مطار وهران أيضا من مطار الجنوب لهذا الجالية عندها الدشوة الخير نعم إذن خلينا نعود نقول له كذلك إلى الحج والعمرة أبدأ معك بالعمرة خلال أشهر الماضية شوف نتوفر كبير الجزائرين على يداء مناسك العمرة تقدر تضينا الأرقام أمين فيما يخص العمرة هو العمرة للخطوط الجوية الجزائرية استحدثت هذه المرة عرض جديد وهما للرحلات العادية لفول ريجوليي كأن نطلقنا في هذا العرض ابتداء من سبتمبر الفارض ونقدنا أكثر من 13 رحلة هذا ما العادية ليس شارتير للناس كانوا قادرين يتنقل يتنقل بمفرده ويروح كأن هناك طلب كبير على هذه الرحلات وانطرحنا أكثر من 88 ألف مقعد في الرحلات العادية بالنسبة للعمرة والحاجة الجديدة لدناها في العمرة شحال راحوا؟ تقريبا راحوا أكثر من هكذاك هكذاك ولا 88 ألف لأدوا مناسك العمرة خلال شهر سبتمبر أوكتوبر احتل للشهر الحالي يعني خلال 4 أشهر 48 ألف في الرحلات العادية أيضا كان هناك رحلات شارتير أي الخاصة هدوما للعمرة الوكلات في رحلات رمضان يكون هناك أكثر من 6700 و94 مقعد في رمضان رحلات خاصة نعم الرحلات الخاصة لما نتكلم على رحلات خاصة ورحلات شارتير وشنو الفرق بيناتهم يعني خاصة في ربما نتكلم على عمرهم رحلات الخاصة يقدر المواطن يقدر يشري تذكير لوحده يرحل أكيد يكون عنده الفيزا هذا من عند القنص وليعطوهم له فيما يخص رحلات شارتير هما يروحوا مجموعة أفراد يتنقلوا على مع الوكالات نعم نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك الشهر اللي تكتر فيه ربما طلبات على أداء منسك العمر كم أو وش حلم تذكيرها تم طرحها هل تم حدث كذلك ماك خلال أجهر في الفترة الحالية نقول لك أن كل تذكر تقريبا 90% تبعت سواء في الرحلة العادية ولا الرحلة الخاصة عن طريق الوكالة الصفر هو البرودو هذا رهو مطلوب بقوة في المرحلة هذه في مرحلة رمضان نعم هذا الخطوط الجوية الجزائرية جهز تروحها ككل سنة بش لإنجاح لإنجاح إيش حال تذكيرها يمط روحه لقتلك طرحنا التذكيرات خلال شهر رمضان خلال شهر رمضان وزن ما قلت ليش عطينا فيما يخص رحلات العادية طرحنا أكثر من سمحني بيلان عليش تقدر فيما يخص رحلات الجروب شارتير كان أكثر من 2700 مقعد في شهر رمضان فيما يخص رحلات العادية أكثر من 8000 مقعد أكثر من 8000 مقعد خلال طيلة شهر رمضان نعم الأسعار أمين فيما يخص الأسعار الأسعار قلت لك في الرحلات العادية في شهر سبتمبر كانت بستين ألف دينار ستملايين مع اقتراب شهر رمضان أنك تعرف أن التكاليف في رمضان ضروب الرسوم اللي يكونوا في البلد المستدف يتبدلوا شوية لهذا حاليا سعر تدكير مية وربعين ألف دينار مية وربعين ألف دينار في شهر رمضان يعرف قفزة نوعية خلال شهر رمضان سيكون مية وربعين ألف دينار نعم هم كين ضرائب ورسوم اللي يجوا في هذه الفترة هي فترة الدروة بالنسبة للعمراء لهذا أنه مام الفندق تصيبوا بالتمن مراهوش بلي كان في فترة سبتمبر مام الفندق في نعم فيما يخص الحج أمين فيما يخص الحج كين لقاءات تنظيمية رهي تقوم بها الخطوط الجويل الجزائرية مع ديوان الحج والعمراء لحد الآن مازال ما تعرف وسيط ديكوتا يعطيك نصيب بتاعك من الحج لحد الآن ما زلنا في عملية تشاور مع ديوان الحج والعمراء مازال ما افصلنا في حج ألفين واربع وعشرين نعم أمين فيما يخص الوضعية المالية لخطوط الجويل الجزائرية هل تحسنت مقارنة من السنوات الماضية كان تحسن أكيد كان أعلن عليه المدير العام لخطوط الجويل الجزائرية أنه تحسن هذا بعد سبعة سنوات لين كانت الخطوط الجويل الجزائرية مرت بصعوبة خاصة في فترة الكوفيد ما نسوش أنه في هذه الفترة أكتر من ربعين شركة طيران كانوا أوروبية لأنها تنفسنا في السوق في السوق الجزائرية كانت كانت تلقات دعم أكتر من سبعة ملاير أورو من دولتها باش نميلك صعوبة الوضع اللي كانت فيه شركة طيران نعم خطوط الجويل الجزائرية خرجت من الكوفيد وخرجت سالمة أحمد الله يا ربي وقدرت أكتر من هذا تطور تحسن نعم شفنا مقالات صدرت في بعض الصحف والمواقع المواقع التي ربعا ما أخلي مش عصنقية لاش تسميها ما عليش مواقع الجارة يعني هناك من قال أن الجوية الجزائرية تحاول عبث هكذا سميت توسيع مجالها في إفريقيا وكذلك لمضايقة الخطوط الملكية المغربية هي أنا نقول لك ما نحبش نبدد الجوت في نظرية المؤامرة نسموها منافسة نحن نحب نروح للأمام لأنه هل الجوية الجزائرية تشكل خطر الآن على بعض الشركات أكيد في أقل من سنة شبكت العالمية الخطوط الجوية الجزائرية رهي 49 وجهة دولية خاصة اللي رهي تقلق المنافسة نقول أنه عشر خطوط في إفريقيا سيديفول ريجولي أكثر من 52 رحلة أسبوعية تربط مطار هواري بومدين بعشر عواصم إفريقية هل هل الأربع ما رح هل تري تروح كاملة يعني أكيد نعطيك أنه نسبة نمو في إفريقيا جوزت 13% في أقل من نقولك أنه محور الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى مطار هواري بومدين رهه فاتي إلي نيسون عنده تقريبا من أكتمل المحور هذا هذا بدأ في أفريل 2023 ما زال ما درنا عام ما زال ما درنا سنة وهذا نسبة نمو المحور رهه أكثر من 13% هو الخطر اللي هم يشوفوا فيه خطر هو منافسه كانوا تقدر تقول الخطوط الجوية الجزائرية هي اللي جات اجديدة في مجال المنافسة لإفريقيا جات متأخرة بيني وبينك كان هناك الضرف كان هناك الآن كان استراتيجي كان أشياء مضبوطة وراه نسبة النمو رهي تتزايد هدف تعنا أنه نكتر من نضعف من الخطوط وأيضا نربط عد عواصم أخرى هناك مشاريع لفتح خطوط أخرى عبر اللي في إفريقيا أكيد كينا مش غير في إفريقيا لكن نحن نحب نشتغل وكي تكون حاجة ندارت من نصرحه بها ما نحبوش نضخمه الأمور كينا نحن الآن نسير بخطة تابتة إن شاء الله هنا نوفقه نعود لك الوضعية المالية الخطوط الجوية الجزائرية من لسنة 2023 هل هي مرضية من ناحية الأرقام هل عندك أرقام تقدر تمدها فيما يخص للوضعية قتلك 22 كانت أول سنة بالنسبة الخطوط الجوية اللي تحسنت الوضعية المالية 2023 راهي على نفس الخطة ما نحبش نمد بزاف أرقام لأن الخطوط الجوية الجزائرية ركشفت المقالات راهي جد يتابعوا فيها الشركة الطيران المنافسة تتعنا في إفريقيا ويحوس على كل معلومة التي تقدر تفيدهم نعطيك على سبيل المثال أنه كان عرضتنا وحد الهيئة في إطار العمل وستوجب علينا نروح وطرحوا لنا عدة أسئلة ومن بين الأسئلة على تقاسم الرموز في إفريقيا اللي نديروهم ثم ندير لبارتونارية شراكة مع شركة الطيران كنا عطينا عطينا تجربة اللي نحن نديروها مع شركة الطيران في إفريقيا أسبوع فقط الشركة المنافسة راح تدار الخطات تعنا لهذا أنه نعمل في صمته بخطة بيتا إن شاء الله نعود للك أمين لقضية الأسعار هذه أنتم عندكم ربما منطق وحناك مواطنين عندنا منطق آخر فيما يخص الأسعار هذه هل هناك مراجعة كيفش يتم تحديد السعر تالي فيما يخص الأسعار نعود توجر نهضر ونقول العرض والطالب إلى أنه شاهدنا الأشهر الأخيرة ما كانش هناك أشياء لتقالت في النتالي ريزوسوس ما تقدرش تحبسهم ولا تقدر تجيرهم ما كانش الناس ليش تكات من الأسعار لأنه بين السنة الفارطة والحالية عملنا أكثر من 22 عرض ترويجي أكثر من 22 عرض ترويجي وإن كان فيه دي بري اللي حبط أكثر لـ 50% وتفكر في فترة الصيف اللي فاتت وإن رئيس الجمهورية تاني طلب من الخطوط الجوية الجزائرية وعملت 50% ما نساوش بالإحنا شركة تجارية وأيضا عندنا قبعة الخدمة العمومية لهذا نسي الوفق بين اليدوكاس نعم لما نتكلم على كشركة عمومية وشركة خدمية وفي نفس الوقت تجارية نتكلم على مشكل قديم جديد وهو مشكل ربما هو عدد العمال مقارنة بالطاقة المستوجبة للعمل ليد العاملة هل تم ربما تقليص هذا الفارق حاليا عدد العمال الجوية الجزائرية ما راهوش 10 ألاف ولا 12 ألف عدد عمال الجوية الجزائرية راهو 8500 عامل نحن لكن في إطار محور الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى مطار هواري بومدين نسحق هذا اليد العاملة لأنه ما راناش نخدمه بنقطة الجزائر فيرنسا فيرنسا الجزائر رانا نخدمه على المستوى الدولي 49 نقطة دولية لتجي وتعبر على مطار هواري بومدين مرورا بالخطوط الجوية الجزائرية إلى شبكة إفريقية أو إلى شبكة دولية هذا يدينا السؤال عدد المسافرين الذين يقصدون مطار هواري بومدين والمطار المركز والمطارات الأخرى بالنسبة لخطوط الجوية الجزائرية دائما في عملية التحسن في 2019 نقلنا ما لا يقل عن 6 ملايين وتسعمائة ألف مسافر في 2023 نقلنا 7 ملايين و 200 ألف مسافر نعطيك شيء مهم أنه أسطول الخطوط الجوية الجزائرية متكون من 55 طائرة فيه تحدي كبير لنعمل 49 خط دولي 10 خطوط إفريقيا 33 مطار داخلي يوميا 33 مطار داخلي بأكثر من 88 رحلة داخلية الخطوط الجوية الجزائرية ستعمل في تحدي كبير إن شاء الله مع اقتراب 2025 الأسطول سيدعم بطائرات جديدة سيسمحنا أيضا بتطوير استراتيجي الخطوط الجوية الجزائرية وأيضا تكون هناك بلوس دوسياج أوفرت سما تاني يتراجع فيما يخص طائرات في قيش تكون في الجزائر طائرات الجديدة 2025 كلها ولا بعضها ابتداء من 2025 إلى 2027 شحن طائرة لكل 15 طائرة مع مصنعين كبار هما أيربيس وبوينج إذن شحن يولي عندنا في الأسطول يولي تزيد إضافات 15 طائرة على تساوربين على 55 يعني تولي عندنا 60 70 طائرة مقارنة بشركات المنافسة نزلنا بعد شوية كي تشوف الموقع الجزائر بالنسبة الخريطة الدولية الجزائر تستحق 100 طائرة 100 طائرة إن شاء الله تلحقوا المية الطائرة إذا خدمتم تنطلوا فقط على الخزينة العمومية ما يشمل الخزينة العمومية بلالها دي تاني مغالطة كبيرة الخطر الجوية الجزائرية تشيرين طائرات من قرد من البنوك وتقوم بتسوية القرد نعم نعود نقول لك لقضية رحلات الداخلية شنة تدبدب في الأوينة الأخيرة أو نعلنت على تدبدب في رحلات الجوية التدبدب هذا يكون راجع لظروف قاهرة ديفو يكون عندك ضباب في العاصمة ما تقدرش للسلامة واحترام البروتوكولات طيران دولي المدني يستوجب عليك ما تقلعش طائرة حتى يروح الضباب وأيضا عندنا زوابع الرملية هل تمت سويت هدو الأمر هدو ما ضروف قاهرات ما تقدرش إلا أنه كان واحد ظاهرة أيضا أنه نحن في النهار نديره 88 رحلة داخلية ديفو تقدر رحلة وحدة دير تأخير ويكون تأخير كبير يقدرون هدو ثلث سوية أربع سوية خمس سوية كان الناس يركزوا الرحلة بل هاتف تاعوا يدير لك فيديو وينشروا في مواقع تواصل اجتماعي ويدرها كأنه حاجة كبيرة إلا أنه ظاهرة هدو ما في ضل محورة مطار هوالي بومدين ضر ضر بسمعة الخطوط الجوية الجزائرية وتكون هناك رتيسونس من الناس اللي تحب تتنقل لإفريقيا توجر لإفريقيا من أوروبا الإفريقية وتخاف شغالها هاتف يديو هدو ما كيكون رحلة وحدة يأديو البلاد يأديو نعم فهد سياق هل شاهدناكم اللي تكترون التكذيبات والتوضيحات وهذه سياسة جديدة إعلامية حبينا نتقربوا أكتر من الناس ونفهمهم ونخليها شيء أول ولا يكون منيبولي الناس تسيروا لهذا كل ما تكون هناك شيء ضرف قاهر ولا نقوم عملية اتصالية مع وسائل مع وسائل الإعلام ونكشف عن الحقيقة نعم لما تكلموا على رحلات العمرة مثلا العمرة مش فقط العاصميين اللي رحوا العمرة ولا الولايات القريبة العاصمة اللي رحوا للعمرة كأن ولايات في الجنوب كنا نشوف في وقت مضى الأقل ونشوف يجو من الجنوب يباتوا في المطار حتى هم وعائلتهم باش يروحوا للعمرة هل درتوا إجراءة جديدة حتى يكون في شهر رمضان يروحوا من راست أدرار وورقلة رحلات للعمرة مباشرة خلال شهر رمضان خلال شهر رمضان رحلات شارتير رحلات شارتير والعادية والعادية يقدروا يروحهم تام نراست أدرار وورقلة أدرار وورقلة ما يخص وهران قصمتين وهران قصمتين هدو موجودين موجودين نعم إذن ستو ثلاثة في الجنوب وورقلة وورقلة أدرار وتام نراست نعاود لحالة الشركة حالة شركة طيران لما نتكلم عن تأخيرات هادوما لأن شحركوا مسجلين ربما عدد تأخيرات في رحلات حقيقة ما عندناش تأخير كبير اللي راهوا في المواعد الإقلاع وتأخير كين عندنا كين ظاهرة عالمية ولا هي نقص قطع الغيار كين ينتونسي على اللاب يزدي طاشي لكل شركة العالم راهي متأثرة منه ممحنا الخطوط الجزائرية بلك الطائرة هي ستون ماشين اللي فيها دميلي دري فيرونس اللي تحق بزاف لابياس لهذا ديفوي يكون عندنا تأخيرات نعم على جل صيانة عدم توفر قطع الغيار نعم الخدمات أمين مقارنة بالسنوات الماضية نشوفوا بلي هناك تحسن ربما مينش حب نقولك تحسن مينحبش نقول حاجة تحسن نحب نروح غير شوية للسلبيات باش نخليكم هل هناك تحسن في الخدمات يلا كين فيما يخص الخدمات كين عدة بالنسبة لكل على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية خاصة في مجال التواصل مع الزبائن الآن نرانا عندنا زبائن من مختلف بقع العالم لهذا لازم لهم تكون العمال تكون خاصة على المستوى المطار انفورماسيون تكوين سبيسيال ليسمح لهم يتواصلوا مع الزبائن نعم على مستوى المطار وايضا على داخل الطائرة المنظفين المنظفين وشنو مرة حالات أو الوجهات اللي مزان ما فتحناهم شو عدنا طالب كبير عليهم على نديروا الديزيس كال باش نروحوا لهم كنا نتكلمنا على الولايات المتحدة الأمريكية هادي يلا رح تكون كين هناك مشاورات لتنداروا الطائرة المدني الجزائري مع الورومولوج تاع المريكان دونك احنا كي سو كل الوضعية الإدارية احنا رانا وجدين باش نعملو هادي فقط اللي بقتنا احنا بقى بنا رحالة كين رحالت على مستوى القرأ أسيا كين بلدان لماليزيا كين بلدان للناس يحبوا يتنقلوا ليهم ويرتحلوا منهم ورح يكونوا في الخمسطاش طيارة جديدة دونه ان شاء الله ان شاء الله اذا امين نجيبه خمسطاش طيار هل رح يتم توظيف ربما فتح باب توظيف القطب الجويلة الجزائري اللي ضل مغلق لسنوات الا في بعض ربما احنا اكيد توظيف حيكون لانه باش تشغل انت خمسطاش طائرة جديدة لازم لك توظيف على مستوى كل لكوردوميتي لهذا انه دا يورا نبدينا في توظيف بالنسبة لطائرات اللي يجوف يمس طيارة الا على مدة سنتين او تلت سنين لهذا بدنا عملية تكوين ميكانيكيين من الان هل هناك ربما كذلك اعلانات لمراجعة بعض الاسعار تخفيضات خلال فترة الصيف فترة الصيف رهي شوية بعيدة ما زلنا في برنامج الشتاء ستكون هناك مراجعة اسعار توجر في لبروموسيون يكونوا في شهر مارس اشتاء ديركم تشوفوا فيها غير انتو الشيخ فرحات انتفألوا خيرا سيكونوا دي بروموسيون يتم اعلانا انهم قبل اكيد اذا ارجعنا امين الى العلاقة بين الخطوط الجوية الجزائرية والمسافر هل تحسنت مقارنة بالسنوات الماضية اللي كانت علاقة منتوتر كثير هنا نروح لك المجال الرقمانة الخطوط الجوية الجزائرية قطعت اشوات كبيرة في مجال الرقمانة وين حلت تطبيقات وعودة بدلة الموقع الالكتروني اتحها هذا اسمح الناس يديروا حجوزات مره نشو نشوفوا التطابع في الوكالات اللي كان يتندار في فرنسا نحطيك على سابق الميت الوكالة اوبيرا وين كان الناس يديروا طوابير كبيرة كانوا يصورونا تم مواقع التواصل الاجتماعي ما عندك ما تخبي كينا يديروها هذا يبين اللي بلي انه في مجال الرقمانة الخطط الجوية الجزائرية حسنت روحها كتير لهذا العلاقة مع الوكليون المسافر تحسنت كتير وشنو هما العروض اللي رح تقدموهم خلال الايام القليلة القادمة كنا درنا عرض انه تقدر تسافر بدون حقيبة لانه والعرض هذا روم شاب بزا في الناس اللي يشروح على خطرش كين فرق كبير كين فرق كبير يقدر يصل الى خمسين بالمئة في التذكير بسرح الاندرتو عرض اخدها مش شي عرضه ولكن اجراءتها حقيبتين يعني فقط حقيبتين حقيبة وحيدة ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين كيلو لانه متشوفش بلي مجحفة لا لا كنا اخر شركة طيارات آخر شركة طيارات في العالم اللي انتقلت لعودة ولاة للسيستام بتاع ثلاثة وعشرين كيلو غرام كل شركة طيارات العالم تقدم ثلاثة وعشرين منذ سنين واليوم جايين في رمضان الجالية ويكونوا رايحين منها يدوا معهم الحلوة يدوا معهم البلوز ومصح هذه العلاقة اللي يعيشوها مع عاملتهم ومش يدي ويديوه في كابة وحدة كاش اجراء تخرج وضوك امين لا في ملقص الجالية لانه هناك بروتوكولات سارمة من المطارات الدولية اللي ما تسمحش تكون هناك حقائب كتيرة ضير العمال على المستوى للقاعدة الارضية هناك في المطارات الدولية ما يسمح لهم مش يرفضوا اكتر من ثلاثة وعشرين كيلو ما يكونش بزاف لبياس دو برغاج احنا كنا يقدر تصيب بلاجرين يدي خمسة حقائب في ثلاثين كيلو مختص الجزائري في هذا الامر شكرا لك مين الدولي ودي الالام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية لكل التوضيحات الإضاحة الأرقام والمعلومات التي ما نقل تفادي فقط الفيديوهات المفبركة والأخبار بارتاشت على الأخبار زائفة للضر بمحور الخطوط الجوية الجزائرية اللي راه يحاول يفرض نفسه في إفريقيا. مع منافسة شديدة من كل شركة طيران. شكرا لك من اندلوسي ولسيد المدير العام للشركة القطوط الجوية الجزائرية اللي دوما يخص ضيف المورنينج بكل معلوماتها الحصرية من خلال سواء امين كناطق رسمية امين كمدير الاعلام الآن. بركة لك المنصب الجديد. شاهدين الكرام لقاكم غدا ان شاء الله. في الاخر ما بقى لي لا نقولكم مدام الله وعز الجزائر حفظها منها وسترى شبار. هالكوش تعنات سناب زاف معنا ولكن للأسف الشديد كانوا عندنا فقرات وضيوف. اكيد انت ضمن الضيوف اللي اول مرة يحطوا رحالة في البرنامج. بداية نرحب بك من جديد وشكرا لقبول دعوة البرنامج. شكرا على الاستدافة لأخ يوسف وشكرا على الشروق نيوز لانت تفكر في رياضة وعلى المرأة كذلك. اكيد ان نقول انه اليوم رياضة والتي لازم امر ضروري في حياتنا اليومية. ولازم نتعم هذه الثقافة عندنا كجزائريين يعني نساء ورجال كبار وصبع رغم الفنيين ورغم الأكلات الغير صحية. نقول لهم c'est un mode de vie يعني كيميل مكلا كيمان على مواضع كثيرة وعديدة مع الكوتش يكونوا حاضرين دايما على شك او كل اسبوع. لكن اليوم خيرنا موضوع مهم وهو اهم مستلزمات حقيبة المرأة. الرياضية يعني نساء عادة قول لك ما عنديش. ما نشواش داخلي نشري. صح صح صح. ونهارك يروحوا الرياضة سمحوا لي نسالين ويشوفوا فينك دوفة ليزا معهم. يلا. هالي جاية تختلف موضوع يعني كل خطرة نحضر عليه مع الازاديرانت دياولي. الوغف الحقيبة الرياضية للمرأة ستخي سمبل ما 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 زم هاش حاجة كبيرة لازمها حيداء خاص بالرياضة. شوختو هالي نأكد عليها خطر كيم بزاف نساء يجو بالحيداء تعبرها جيبه من براد جيبه للصالة لا لا بازك كي يزال يجيان ليفي، النظافة أمورطانة في الرياضة. نحن عاود الحيداء اللي باز الخاص بالرياضة. بازك كي يزال لباز متخصيس بشكل خالي؟ نالا نالا ربا حیثر لا لا مشي شرط. نحن 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 نشأ العلقاء و�كatics حاجة تكون عاليس فيها. تكون مولانة عاليس لليت بيه لكور تححة باش الكوتش تقدر تصحح لها حتى اللباس الداخلي يجب أن يكون سبيسيال رياضة وعندها المنشافة التاحة لازم هذه المنشافة لأنه يجب أن نترسل وعندما نعمل على الأرض لدينا التابي يجب أن تفرج تربية وعندها القارورة على الماء هذا هو ما الجنرال القارورة يعني تشيريها من بره أو يجب أن تشيريها سبيسيالة على الماء لا 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 يجب أن نأكد أنه يكون ماء تياد ليس برد هذي كتاعت راهي تكون سخونة وبعد تشرب القارعة على الماء برد هنا سيلا كتاستخدم وبعد تقول الكاميرات وبعد تحسلها في السبور سماريا نظر يلا فقط كانت سؤال وكانت تعقب على الموضوع اللي قلتي هو القارورة وش الفرق بين القارورة العادية والقارورة الشابة اللي نشوفها عند الرياضيين والرياضيات هذي كتاستان ستيل برد تاع البريستيج تاع الزوخ تاع ندير سبور هذا ما كان سينو نعمال تشاري قارعة المهم تشرب المال كان بعض الشابات يقول لك من بين الأولويات والاهتمامات لازم نشاريها باش نروح ندير سبور لازم تكون كيما تقول بريستيج تكون لكولور أنا نقول لهم اللبس والألوان هذا دي في يد موض ماشي رياضة لا لا باش يكونوا توجور بوزيتيف أنا نشجحهم داير في الفيديو التوعي أشاط من هذا لما يكون مرتع في اللباس داعه يكون شاري لباس جديد وأناق يحس روحه ويضيف له في الرياضة وبالتالي يشجعه على ممارسة الرياضة وعلى إتمام الحصة الرياضية يلا نرجع إلى اللباس اللي كنت هدرت علي نفصلوا حاجة بحاجة بدلتا الحذاء وشن هم المعايير اللي لازم تكون في الحذاء الرياضي الصحي الحذاء الرياضي الصحي نأكيد على السمال السمال داير أطلق هذه السجلات أشاء كيف نهدر عليهم لازم نذكروا بهم خاصة أن الناس ولا يدروا الرياضة وميعرفوش للأسف الشديد والمعلومات اليوم رحي تنتشر خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي نجيبوا المعلومات من عندهم صحيحة كما قال الكائن دا باسكيت يخرجوا بهم في الشارع برا وكائن دا باسكيت سبيسيال سال دا سبور أنا لازم كين نقول لهم كي تشرووا باسكيت ترفضوها دجا أولا تحسوها خفيفة ترفضوها مشي تقيلة كنت نحسوها خفيفة بجد Clinical يجب أن تحكموا الحداء عوجوه كما ترى أنه يتعوج ينحني هذه هي الباسكت التي يجب أن تلبسها في قاعدة الرياضة أو تحتجري هل هي نفسها التي نمارس بها رياضة الجارية؟ تختلف بين الرياضة الأخرى؟ لا، نفسها يجب أن تكون خفيفة وعلى سمال تكون قاعدة لأن أخي يوسف يزلق لا، يجب أن ترى أن تقوم بها كما هي الممحات هذه هي التي نؤكد عليها لكي يقوموا بها الرياضة يلا، نذهب إلى اللباس الرياضي وما هي المعايير الأساسية التي يجب أن تكون في اللباس الرياضي عند النساء؟ هل يجب أن يكون ضيق؟ والمادة التي يجب أن يكون مصنوعة منها؟ صحة، هي القماش عندما نذهب إلى القماش، يجب أن تشرب لأن الفم ستشرب لأن الفم ستشرب يجب أن نحضر على الأو والباس يجب أن يكون الفيزو أنا أكد أن الفيزو تكون ضيقة حاجة مولانة لأنها لا تكون خفيفة وشان نقول، نحوس على الخفة الخفة والراحة ما هي المعايير الأساس الصحي لإنساء الرياضيات؟ أو لا لا؟ هو الصحي يساعد أن المرأة تتشرب ربما وهو صحيح ونحضر على أحد السجاء هذا ما يقولون نيلون نقطة مهمة يجب أن نطرقوا لها شفناهم هذا هو صحيح خطأ لا 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 دعني أن تذهب إلى طبيعية مرسي سبور ودري أن تذهب إلى مجرم لماذا تريد أن تذهب إلى الصحيات والسيلوفان لا 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 أنا أتمنى هذا لا أتمنى أن المرأة تنظر هذه المرأة تنظر هذه المرأة ليست صحية لأن الفم ستشرب هذا هو صحيح هذا هو صحيح لا يجب أن يكون لديهم لأنهم يخلقون بالصحيات أو بالسيلوفان أما اللباس كي يحلقون لأنهم يحلقون لكنهم لا تفقدون الوزن لا تخسر كمية المياه من جسمها نعم نعم قلتها الأخطاء الشائعة الأخطاء وأخطاء أشياء الأخطاء أبرز الأخطاء سنحن نلتقل على الكوتال اللي 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 يصنع السيطة أو التندس يحبون أن يصنع السيطة محبون بالسيطة جيت وكتب للكوتش عندي شركة محباب لا يصنع كوتش وهذا خطأ وين على بالك انتي وإش من الموذمات اللي لازم ديره وإش من الإجرسيس كتب الكوتش هو تشبه في فارقة إنه يوريه لك هذه ديجا وحدة الأغلبية يجيبوهم الانترنت وتجي تقول لك عندي برنامج يعطيك الصحة يشوفهم الانترنت ويجيبوه وتقول لك أنا عندي برنامج ما صحقته واحد يوريليه تنسي يستمعها ومبعد تقول لك أنا نعرض ومبعد يصروا الكواليد يصروا البلسور يصروا عندنا كذلك الأخطاء تاني النساء اللي تجيب بالميكوب للقاع معليش بنقول لهم ملايحك تكوني جميلة يتوب صح نهدر على البشرة كمالفندتان وهادوك الكرام الزايدة فلابو بسكتو تترانسبيري يمنعو اكزاكتما ستتران موفي للابو عندنا هدرنا على اللباس اللي لازم يكون خاص هدرنا عليه مقبل بالريادة هدا يلي امبورتان بسك كاي اللي يجو يلبسون نمبورتكوا نمبورتكوا جيك بحاجة عندحت تلكو كل غولي واحد للشوفات يعني نشوفهم في القاعات هاد الحويت لازم يتصلحوا عندنا كذلك باش نفهمهم برك بالريادة وحدها ماركيش راحاتش ياني بيها والغيجيم وحده ماركيش راحاتش ياني به علاقة تكامل تكامل نهدر خاصة على النساء لأوباز اللي عندها وزن زائد هادو لازم يقوموا بالريادة ويزيدوا عن غيجيم أليمانتر اما المرأة اللي ما عندهاش يعني جاية نورمال انا كلمة غيجيم ما نستعملهاش بزا بسكو تخلع بدلوا بنظام غذائي يقول لك غيجيم سافزك حنحبس الماكلة ماجحنا اكل وكذا الاخرين نور راحين يوزنوا الاكل الكلوري 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 يوزنوهم باش يأكلوا اما المرأة العادية مادام راكي ديري سبور مانج ميكوركتما مادة باسيش يعني اللي ميت كمادة الخبز الزائد والغازوز الزائد والحاجة اللي راحت جميل طيب فقط شفت على مواقع التواصل الاجتماعي انك عاملة برنامج اسموه فيتبالي فيتبالي اكزاكتا ماذا يحكي البرنامج؟ هذا البرنامج هذا درتو وانا اول واحدة قمت بهذا جكري هذا الفيتبالي هنا في تزاير كم انا جسي بروفسور دانس كلاسيك عملت مع الاطفال كل ماما جيني جيب بنتها يقول لي وحنا يا كنا حبي كنا صغار نديروا لدانس كلاسيك ما جاتناش الحد كما قال باش نقومو به جمسو دي علاش من كم انا جسو كوتش دفتنس بروفسور دانس علاش من دمش همش كيف كيف ونخرج هذا الكونسيب تلي هو الفيتبالي منها متعوري هذا اكزاكتما منها يتعلموا لاتكنيك تالبالي وما يتخلعوش وما عملوا بالي تشو تشو ويقفوا على سبعة يوم لا لا ماشي هكذا لازم تجربوه جسو ما ماشي يعرفوه وامامتان كيما قلت نعملوا غنفرسما مسكولير وامامتان رح نقومو براقصات وهو ما كوته ارتيستيكا بسك انا فنانة يعني حنجمج الفن بالرياضة هاوليك واصلا المرأة كلها هدف انها تصل الى وزن مثالي خليها تمارس الرقص بطريقة سهلة وبسيطة فبالتالي يكون عندها هدف والرقص يوسف هو عبارة عن رياضة الرقص كذلك هو رياضة يخرج تدوك على زومبا وعبارة عن رقص مادام المرأة البوج كما قال تقوم بحركات وانتخنسفير هنا ركي تفقد في الوزن وجو بروفيت دلوكازيون هذا الفيت بالي راني نخدمه كل السبت في مكتبة مولود فرعون بالجزاء العاصمة جامل طيب اكيد الوقت داهمنا باش نحكو على عديد المواضيع رح تنضمي لنا في عديد الفقرات وعديد المواضيع نحن نتارقلها معاك كوتش فايزا شكرا لقبول دعوة البرنامج شكرا لكم من بين الضيوف القلاء اللي ملتزمين بالوقت وجيت قبل الوقت جيت قبل الوقت وجستما رياضة تعلمكم الانضيبات وتكونوا في الوقت ما شاء الله اكيد حقيقتنا رياضة تعلم تربيه رياضة فيها دروس تربيه صح فيها صح تربينا على الدقة خليني انقول في كل شيء في حياتنا وتنظم برنامجنا كل حاجة في وقتها صحيح يوسف نقطة برك كين نساء qui دخلوا لقاعة رياضة يجوز باريزامل الكور يبدأ على العشرة يجيك على العشرة وعشرين لا يجب ان تربيه على بي نقولهم سوائي بونكتوال اكيد انضبطوا في الوقت مدبيا ديروا لها حصة خاصة وحلقة خاصة ونعطهم حتى التمارين شكرا لكم مرة اخرى كوتش فايزة على قبول دعوات البرنامج كيد مشاهدين الاكيد في فقرات طب الاسنان رح نحكو على طب الاسنان والتكنولوجيا الحادثة ونحكو ايضا على تسهيل التدخلات الجراحية وتقريص مدة التشافي دكتور اليوم التكنولوجيا وطب الاسنان والطب الاسنان والتكنولوجيا سهلتك كثيرا على المواطن باختصار أليس كذلك؟ ماشي سهلت برك كما يقولوا بسطة الامور وقربة البعيد كين واحد المراحضة اللي نديروها انه نحيو الجانب المادي تاع المواطنين نتخيلوه كأنه ماديا ما كاش المشكل هذا من بين اغلب المشاكل ولا اكبر المشاكل لتواجه الناس باش يعالجوا اسنانهم هي المدة الزمنية كين الناس ماديا مرتاحين لكن عندهم فقر في الوقت فالحاجة اللي وفرتها التكنولوجيا هي انه الأشغال ولا الأعمال اللي كانت تاخد مدة عشر شهرين خمسة وربعين يوم ولات في ضرف وجيز جدا ثلتي يومين ربعية نعم والدقة رفعت المستوى بزاف رفعت المستوى بزاف كين هضبوا على رقمنا ولا التكنولوجيا في طيب الأسنان الآن الكابيني العيادة تعطيب الأسنان اللي نقدر نوصفوها بعيادة متخلفة ليست العيادة اللي ما فيهاش وسائل ولا ما فيهاش ماتريال يعني العيادة اللي نقدر نوصفوها بالعيادة المتخلفة إن صح التعبير فهي العيادة التي لم تدخل رقمنا في البرنامج تحتها وفي الأدوات تحتها فالتكنولوجيا دخلت من استقبال المريض ولا حتى نقدر نقوله من حجز المواعيد قبل ما يجينا المريض للعيادة حتى آخر يوم للمريض في العيادة النهار اللي ياخد الشغل التعو كامل دكتور ديوم نقوله ناس الكبار في السن نعتاده على أنه طب الأسنان يأخذ وقت كبير الشخص في معالجة أسنان ولكن للأسف الشديد ما قدرناش اليوم نقنعهم بالطب التطور والتكنولوجيا تطورته سهلة وللإنسان يقدر يعني نقوله أنه سهل عليهم أعديد من الأمور حتى حتى دكتور برونباش كمثال نأخذه يأخذوا مازالهم يخيروا تعبكري لا هي أشوف كين واحد الصور يوني سؤولي رفيدك دكتور نتالي راح تخليهم يقتنعوا بل خلاص وداعا للطريق الطريق لا هي والأغل كان عندي نهضره على النقطة الأولى هي أن الصورة النمطية خاصة عند الناس الكبار الصورة النمطية تحت الطبيب المثالي الشرط الأول مشي وين قراء لازم شعره يكون شايب يعني قد ما كان كبير مع احترامنا الأطباء أكيد أكيد طبعا هم المدرسة اللي تعلمنا منهم لكن الصورة النمطية تحت الطبيب الهايل ولا الحكيم هو أنه لازم يكون كبير بزاف العمر وعنده تجربة على الأقل 30 سنة يعني إذا عندك تجربة قل من 30 سنة خشفة ما راح يكون على عددك هذه العادات والتعنى وخليني نقول في حيثنا شخصيا يقول كو كبير عنده شخص عنده خبرة كبيرة نعم لكن الآن نقدر نقوله بالوقت تبدل فرانا نشوفه كما نشوفه أطباء كبار في السن ومتمكنين ويديروا يعني إنجازات عظيمة كما نشوفه الشباب الشباب اللي راهم يتعبوا على التكوين التحم ورواهم يطوروا من نفسهم فالمستوى العامل التحم والإنجازات التيحم يعني لا تر curriculum ما رايش بعيدة على الناس اللي يكبر في السن كي أينو نقدر risking imperative هي أنه نفس الشي كما كنا نخضر عن الناس اللي عندهم لالفوبي ولا اللي خافوا دونتيست أنا وش نقولهم اللي يجي لي ياه يقول عندي وليدي يخاف بزاف من الدونتيست عندي وليدي عنده لافوبي ولا يا دكتور أنا عندي لالفوبي شخصيا عندي لافوبي أنا أخاف الضنطيس وش نقوله؟ أروح لي حصة برك الفرست كما يقولوا ساشن أو الحصة الأولى عند طبيب الأسنان هي اللي راح تغير هذه النظرة تعل الإنسان هدك على طبيب الأسنان نفس الشي بالنسبة للناس الكبار ليجي لي يقول لي عندي بابا يخاف الضنطيس يكره الضنطيس هاو أبون دونا يقول بلي الفم التاعي مستحيل يقول لي شباب أنا أقول لكم بلي كين حالات وين كين ناس كانت قطعة لياس ولكن تفاقد الأمل جاولينا للعيادة الحمد لله الحصة الأولى يعني عندها أهمية كبيرة تشرح كما يقولوا تشرح صدر المريض للعلاج تعطي له إطمئنان والحاجة اللي وفرتها التكنولوجيا نحضره نفتحه قوس مدام رانا التكنولوجيا وطيب الأسنان الحاجة اللي مكنتنا منها أنه الآن في وسائل اللي تخلي المريض في الحصة الأولى التشخيصية يقدر يأخذ نظرة على أسنانه كيفاش رح يكونوا بعد نهاية العلاج يعني هذه الحاجة تعطي إطمئنان للمريض والحاجة الثانية تحمسه باش يلتزم بالمواعي باش يلحق للنتيجة النهائية دكتور نجاعة تمام مدى نجاعة هذه التكنولوجيا ولهذا التطور في طب الأسنان هل يوم نقدروا نأمنوا على أسناننا وفمنا في ظل أربما انتشار مختلفة المواد المستعملة في طب الأسنان لا أنا واش نقول ماشي هل يمكن أن نديروا فيهم الثقة قدم العلم راه يتطور المواد الطبية راه تكون أقرب ما تكون للمواد التي تستطيع أن تكون متجانسة مع الفمتاع الإنسان يعني مثلا إذا قبل 20 سنة كانوا بعض المواد اللي نقدر نقوله في المستقبل راح يشكل لك خطر يمكنك يتبلعوه ورح يديلك مشاكل الآن العلم راه يسعى باش يوفر واحد المواد اللي نقدر نسميها بيو كومباتيبل يعني متأقلمة مع الجسم تاع الإنسان اللي يقدر يتقبلها وعلى طول على مدة طويلة على ذكر الوسائل دكتور اللي كنت حكيت عليها قبل دقيقة فقط نشوفوا الصور الآن فيها شاشة باش نعلقوا على كل صورة نشوفوا فيها يلا مثلا هذه الصورة نقدر نقوله بأنواعه مثلا هذا الجهاز وش مكننا مكننا منزوش حاجات فيهم أهمية كبيرة في القديم وما عندهاش بزاف كان المريض كي يأتي لنا مثلا بش يأخذ القياس تعفمو كنا نستخدمه واحد المواد فعجينا نقدر نقوله عجينا اللي المرضى كايلي ما يحملش ذوق تاحا كايلي ما يحملش ريحت تاحا وكايين اللي لما ناخذوه القياس عنده واحدة المشكلة نسميهه لغيفلكس نوزيو يعني يجيه شعور بالقيء فهذا الجهاز نحنقح المشاكل فمن الجهة على الرائحة من الجهة على المواد من الجهة على الشعور بالغثيان هاد المشاكل قارحوا وأيضا دقة الصورة سمح لي دكتور نسقسيك سؤال هل دقيقة الصورة تخرج؟ لا مش دقيقة دقيقة جدا يعني دقيقة جدا ووش كان عندنا؟ كان عندنا لما ناخذو القياس لازم بسرعة نبعثوه للمخبري فيجينا السائق تاعو ولهنا نبعثوه توصيل للمخبري وتاخذ مدة طويلة ويستقبلها ويقولنا غدوة نشوفها لكن الآن كما يقولوا كبسة زر واحد كبسة زر واحد تلحق له يعطينا رايون قياسات دقيقة يعني رائعة جدا سواء من مدة الوقت من مدة الكونفور والدقة والدقة جميل يلا نشوفوا صورة أخرى صورة موالية لوسائل الحديثة في طب الأسنان يلا دكتور الحاجة المهمة اللي وفلتها ناتان تكنولوجيا هي أنه في العصر الحالي وفي الوقت اللي رانا فيه عدنا واحد الخاصية اللي نقدر نسميها دي اس دي دي جيتال سمايل ديزاين يعني تصميم المريض التاعنا يقدر يقعد معانا في كرسي ويرسم الابتسامة تاعه كما روحب أكيد ضلينوهم دراغ ولكن راح تعطي له وحد الشعور أنه حابسنا هذي طويلة حابسنا هذي قسيرة حاب مننا عريضة خاصة كان فورمات دخله في تريند والموضة نعم والناس أغرب الناس اللي رام يجونا للعيادات الآن ما جوش غير باشي عال جسنانهم عندوا صورة لابتسامة مثالية في رأسه أرى وحاب يلحق لها فهذه الميزة مكنت المريض والطبيب أنهم يتناقشوا باش يلحقوا لوحد النتيجة طبييا مرضية ويستيك مو للمريض مرضية جدا جميل جدا لناك حمسنا دكتور باش نجوك من نرسموا الإبتسامة مرحبا كل الناس راي عندك دكتور يمكن لي شوف صورة أخرى يمكن لي شوف الصورة أغلب الناس بالك يقولوا بلي هذا يعتبر لاغوتياغ لكن نقدر نقول بلي الصورة اللي رانا نشوف فيها هي تقويم شفاف واش معناها بكري كانت لغتو دونسي ولا تقويم الأسنان منحصر على نجوم يديروا نجوم في سنانهم المرضى يديروا نجوم في سنانهم طريقة تقليدية باش نديروا تقويم الأسنان لكن واش رانا نشوفه هو تقويم أسنان شفاف ينصح به للناس اللي ما يحبوش أنجوم ينصح به للإعياميين اللي يبانوا بزاف في كم يقولوا أمام الشاشات والأضوار للناس اللي يفضلوا حاجة ديسك خات وفعالة هل ما مدى فعالية هذلي قتير نقدر نقوله أفضل ما نقدرش نقوله أفضل ولكن يمكن أن تصل لنفس النتائج اللي يوفرها التقويم العادي جميل نشوفه واش رانا نشوفه الآن هو اللي في مواقع تواصل اجتماعي نقوله عليهم الوقيد شيرورجيكال واش معناها رانا نشوفه بزاف ناس راه يتقول باللي زراعة الأسنان حاجة كبيرة وعلم كبير وجراحة مع أنه هو لاكت في حد ذاته ما نش نستصغره فيه ولكن بالنسبة للمريض والصعوبة تاعه بسيط جدا بسيط جدا يعني يمكن في بعض الأحيان علاج العصب يكون أصعب من زراعة الأسنان في حد ذاتها فالحاجة اللي لا نشوفه فيها مكنت الطبيب أنه يقوم بالزرعة تاعه تاع الأسنان بوحدة دقة مستحيل الفريهاند يعني اليد الحرى تصل لها فالستعمل دكتور في عملية زراعة الأسنان وشنو هي؟ بعد كنا قبيلة شوفنا بعد ما ناخذ الصورة للفم تاع الإنسان وبعد المناقشة أكيد مع بعد المعالجة تاع البيانات في لوجيسيال خاص بلزام بلزام نحدد الموقع المثالي للزرعة تاع الأسنان باش تكون قوية بزاف باش الأسنان اللي فوقها يكونوا جميلين بزاف والديمومة تاع العلاج نفس الشي هذا من بين البرامج اللي يخلونا نعالجوا الصور اللي خذيناها باش نلحقوا التغليفات ميثالية بالحديث على التغليفات دكتور زمان كنا نشوفهم يغلفوا أسنانهم بالغطاء الفضي نعم هل هو صحي ذهبي وفضي هل هو صحي ولا هو صحي شوف الأخ يوسف ما نقدرش نقوله باللي العلاجات القديبة عينة بسك في وقت ماضى كانت هي العلاجات المثالية حسب التكنولوجية هذا الوقت وحسب الإمكانية هذا الوقت ولكن شباب اليوم رأنا نشوفوا فيهم يعملوا سنة للزينة بغطاء الفضي أو ذهبي حتى في واجهة أسنانهم هل تنصح به ولا ما تنصح من غير جمالية الشكل والله نقدر نقول بلي هدو ما رأهم يتشبهوا بزوج حاجات يرام يتشبهوا بكش ممثل مشهور يرام يتشبه بجدته اللي في عمرها 90 سنة طيب دكتور اللي نقدر نقول بلي المادة المثالية هي المادة التي تشبه جدا السن الطبيعية لإعطاها لك ربي سبحانه سواء لون سواء مواد سواء مع الفم بتاع الإنسان كين يوسف خويابرك ملاحظة كين أربع ملاحظات مهمة حاب نمدهم كما يقولوا للمشاهد في هذا الموضوع يلا نعم أربع ملاحظات هذا الملاحظة الأولى اللي دايما نذكرها نفس المعلومة يجي لنا أسكن ديطاختخاج إرشي سنان قالوا لي بلي ديطاختخاج إرشي سنان السؤال مراهوش لا ديطاختخاج ما إرشي سنان ديطاختخاج حاجة أساسية لصحة الأسنان واستمراريتها يندل خطرة في 6 شهر ولا على الأقل خطرة في السنة السؤال الثاني يا الطبيب علش راح تنحيلي النار قالوا لي بلي ماشي بليح تنحي النار أنا أقول لكم إذا الطبيب تاعك لحق المرحلة وين قال لك لازم ننحيه النار سي فري النار هو الحيوية تاع السنة هو حياة السنة لكن لما الطبيب يقول لك لحقنا المرحلة وين الانفكشون شات وين النار هدايا لازم يتنحى فأكيد لصحة الأسنان ولصحة المريض هدايا فالإنديكاسيون هي النار هدايا يتنحى دكتور في حالة واحد رفض أنه ينحي هل تخله له باختياره وين هي العواقب اللي راح تنجم عن تركه في حالة وهو مريض والله يا يوسف ويشوف الحلية على المريض تنتهي في واحد الموانع لما الصحة تعود تكون في خطر كان أمور لا تناقش فأنا نفضل لما تكون الصحة تعود في خطر نقول له ما نعالجكش ولا أنه نعالجه بطريقة لعلى بالي على مدة راح تسبب له مشاكل أكثر وشن هي المشاكل التي تسببها ربما في حال ترك النار نشوفه بالزاف من ناس عندهم اللي زابسي وين يمكن حتى تروح له سيليوليت وين حاشا تلقي حدك بالتعبير اللي نقوله للشعب يمشي في الدم فيطكي له القلب يسبب له أمراض أخرى تلقى ناس وين لابسي تطلع لها احترعينها هدوما كامل جات من الإهمال يقول لك أنا لقيت نط لقيت وجهي بنفرق بصح شوف أنت جاوك آلام رحت لطبيب قال لك نحي لنار يعني جاوك عدة تنبيهات مراحل بشوصل له هذا المرحلة النقطة الثالثة المهمة أخويا يوسف نقطة الثالثة هذه مهمة بزاف وين المريض كي يجي لنا هي النقطة على غاديو يا طبيب جيت تدين لي تشخيص موسيو تفضل باش تديه لغاديو يقولك طبيب أنا جيت باش تشوفني مش باش تديه لغاديو المريض يحس باللي الطبيب راه ينهب في الأموال تاعه بلغاديو يا جماعة الطبيب تجوز عنده مباشرة يدي لك علاج خمسمية ستمئة ألف ولا ياخد لك مدة باش تدي راديو كاملة تاخد مئة ألف يعني حتى اقتصاديا لغاديو مراهيش حاجة تجارية ولا هي حاجة إجبارية وكين يوتيوب وكين جوجل أي واحد يقدر يطالع السنة على الإنسان مثلا وشراه يبان لنا لك وغون هي أنتياغ مثلنا واحد على ثلاثة مثلنا فكين دو تياغ راه مخبيين فأنا مستحيل التشخيص يكون سليم غير كي نحكم على أنتياغ اللي راه يبان لي فنقدر سنة مريضة بزاف ونقول لك راهي هايلا ونقدر سنة تكون تبان لي مريضة ولكن الجزء اللي راه دخلاني راه سليم فالتشخيص تعي يكون إغوني كامل نقدر نقوله على حساب التخصص بيسك لغاديو باش المريض جالينا على جال تقويم الأسنان مشيكي ما جاء لنا على جال مشكلة وحدة أخر لكن نقدر نقول ثلاث أشهر أربع أشهر مثالية يعني إذا عندك شهرين شهر درت لغاديو مليح ولكن إذا لغاديو قديمة لازم تعاودها فأنا نفضل نديلك لغاديو مجانا ولا نديلك تشخيص لغاديو نقطة رابعة أخوة يوسف خاصة في الفترة التي لنا فيها وننبه عليها بزاف الناس الآن في فترة تقلبات جوية وين الزوكام راهو منتشر بزاف فكين المرضى عندهم مواعد يجيوا لنا للعيادة هو رهوف بالزوكام وله راهو بعض الأمراض المعدية فيقول لي طبيب أنا ما حبيش نلغي المواعد التاعي فهو في قاعة الانتظار راح يعدي المرضى ولا لما يدخل لي لقاعة العلاج راح يعدي فريق العمل خاصة الناس اللي عندهم وولادهم أمراض معدية مثلا بوشوكا ولا بو حمرون وغيرها من الأمراض المعدية إذا وليدك عن بالك بلي عنده مرض معدي فمن باب الضمير تتصل بالعيادة أكيد الطبيب راح يشكرك ورح يعطيك مواعد آخر قلوا يا طبيب وليدي راهو مرض مرض معدي ما نقدرش نجي لمواعد تاعي مدى بك تعطيني مواعد لما الإبن تاعي يبرأ عندنا مشكل كبير في مواعد طبيب الأسنان دكتور ناس بالزفع في جميع يعني في المواعد ككل يعني خليني نقول الخصوصية تعطيني بالأسنان هي أنه ما نقدرش نقوله ماهوش علم دقيق لكنها نتعامله مع كائن حي ومع جسم تاع إنسان فمثلا الطبيب لما يحدد مدتها العلاج بالتقريب مدتها نصف ساعة يمكن هذا العلاج يستغرق عشرين دقيقة ولكن يمكن تحدث مضاعفات فالعلاج هذا يستغرق خمسة وربعين دقيقة فهذه الخمسة وربعين دقيقة بالتراكم راح تدني كل المواعد فيخلي الانضباط ما يكونش دقيق بزر وفي بعض الأحيان السبب في الاختلال هدايا هم المرضى تلقى عنده مواعد على ثلاثة العشية يجيك العياد على الخمسة ويقول لك لقيت ازدحام في الطريق فأنت لما ما تشدوش فراه مشكل بالنسبة ليه ولما تشدو راه مشكل بالنسبة للمرضى الأخرين جميل جدا هكذا باش نطمنوا الناس أيضا ونعطيهم جرعة تأمل أن العلم في طب الأسنان تطوروا الجزائر والأطباء الجزائريين نرهم أبدأ خليني نقول مع العالم في التكنولوجيا وتطبيقها في الجزائر نقدر نقول الحمد لله أن الأطباء وطيب الأسنان في الجزائر خاصة الحق المستويات وين الحمد لله في الجزائر ما يش نحكي على وحي نحكي على أطباء الأسنان عامة في الجزائر وين يجيون مرضى من مختلف دول العالم يقولون باللي العلاج اللي تلقيناه في الجزائر أفضل بكثير من العلاج اللي تلقيناه في دول لعندها كما يقولون سمعة في المجال الطبي في العالم أكيد أحيانا تكون الصورة فقط لسوقولها هي صورة جميلة ولكن بعد يشوفوا المحتوى يقولوا يرجعوا إلى الطباء الجزائريين ويطلبوا النجدة ساعدنا رم عملولي روسرالي والله هذه حالة كما يقولوا حالات يومية نتلقوا بها خاصة لو جينا شهر رمضان فكثير من أهل تعنى اللي لهم في الغربة والناس اللي لهم في الغربة يستغلوا شهرة رمضان يجيوزوا رمضان في الجزائر وأمامهم يقومون بالعلاجات اللازمة لأسنانهم